السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة مساء الأخبار معاكم مازن المصري تحياتي لكل المتابعين في بداية هذا الفيديو أتمنى لكل البلاد والعباد السلامة من الزلازل والبركين والفيضانات والأعصير شفنا في الفترة اللي فاتت مأساة كبيرة جدا فأتمنى لكل الدول والعالم أجمع بإذن الله السلامة والصحة والستر وإن شاء الله ربنا يعني يهون الحال على أهل سوريا وكل الدول المتضررة من الزلزال في هذا الفيديو هتكلم عن موضوع لازم تفهموا للآخر لأن ده لسه نازل من حوالي ثلاث ساعات وفي أجواء رايحة جاية كده مش طبيعية ولكن قبل ما نبدأ عشان ما تنساش انزل اعمل لايك للفيديو أو إعجاب حتى يصل لأكبر عدد من الناس وكل العرب يفهموا والوعي يوصل لأكبر عدد من إخواتنا وعارف إن معانا ناس عندها وعي ولكن في ناس كتير بتحتاج إن احنا نبسط المعلومات ببساطة الدنيا رايحة فين؟ ما بين أمريكا والصين خلاص إحنا عرفنا مصير روسيا وأوكرانيا بوز الدنيا بقاله سنوي أو سنتين الله أعلم وأعلم إيه اللي ممكن في الأيام اللي جاية يحصل ما بين الصين وأمريكا وهل الزلزال اللي حصل ده بفعل فاعل زي ما الناس قالت وأمريكا عملت اللي هي عملته ولكن مش هو ده موضوعنا موضوعنا الآن عن الحرب الكبرى النفسية قبل ما تكون حرب السلح والدبابات والمسدسات هي حرب نفسية فالصين بتقول ده كلام ده منذ تلات ساعات من وقت ما بكلم حضراتكم الصين قالت تصريح كل المنطاد مناطيد يعني اللي هو جمع منطاد الأمريكية دخلت مجالنا الجوي أكثر من عشر مرات منذ يناير عشرين اتنين وعشرين وأعلنت بكين يوم 13 فبراير أن واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من عشر مرات منذ كانون الثاني في يناير عشرين اتنين وعشرين في تعميق للخلاف بين الكواتين منذ أسقطة جسم صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسس فوق الولايات المتحدة نخلي بالنا هنا بيتكلموا بالمتغطي والموضوع لحتى الآن ما تمش التعمق فيه يعني كل هذه الأشياء مجرد كلام من فوق كده وكشور الله أعلم وأعلم إيه الخبايا اللي جوه هذا الكلام وقال الناطج باسم الخارجية الصينية للصحافة منذ العام الماضي وحده حلقت المناطيد الأمريكية بشكل غير شرعي فوق الصين أكثر من عشرات أو عشر مرات من دون أي موافقة من السلطات الصينية داعيا واشنطن إلى تغيير مصارها والتأمل في ما تقوم به قبل تشويه سمعة الصين وتوجيه اتهامات لها هل الصين محقة في هذا الكلام؟ أمريكا لقيت جسم داخل عليها فبرد فعلي طبيعي أن هي تضربه لكن على حد قول الصين أن أمريكا عملت كده ده المقال ده اللي بيقول كده اللي نزلوه في إعلان النهاردة بيقول أن بالفعل أمريكا عملت كده عشر مرات مع الصين والصين بتقول أن أمريكا لما جيه في أراضيها واحد صيني من طوات صيني شوهت سمعتها دا على كلامهم في حاجات وفي أشياء دايرة ما بين البلدين وقادي زي ما بقول لحضراتكم ده النبأ اللي لسه نازل عن المناطيد اللي دخلت مجالنا الجوي أكثر من عشر مرات وكان رأي الولايات المتحدة الأمريكية هنفهم إيه اللي دار النهاردة لأن الموضوع بيبشر بحرب نفسية قبل ما هي حرب زي ما قلت لحضراتكم بالدبابات تعالوا بقى هنا نشوف يعني على الجانب الآخر واشنطن دا النهاردة من حوالي 12 ساعة واشنطن بتقول أو تنفي اتهمات صينية بشأن إرسال مناطيد فوق أراضي الصين ونفت واشنطن اتهمات وجهتها إليها بكين بإرسال مناطيد فوق الأراضي الصينية واتهم البيت الأبيض بكين بانتهاك السيادة الأمريكية وأكثر من أربعين دولة من خلال برنامجها لمناطيد التجسس هل هيبقى فيه لقاءات ما بين الصين وأمريكا؟ إذا كانت لقاءات إيجابية أو سلبية هل هيبقى فيه اجتماعات دولية؟ هل هيبقى فيه حوار لغة حوار بينهم تاني؟ لأن زي ما انتم شايفين كده في كل المواقع الموضوع نازل بكسافة الموضوع هيبدأ يظهر في الأيام اللي جاية احنا بنحاول نجيب لحضراتكم المؤشرات أو البوادر اللي بتحصل ما بين الدول وبعضها لأن بالفعل بهذه الصورة الله أعلى وأعلم إيه اللي ممكن يحصل ما بين أمريكا والصين فيه أشياء بتحصل في الخفاء ما بيظهر لناش زي ما قلت لحضراتكم غير الكشور البسيطة ولكن من خلال هذه الكشور بنبدأ نفتح مع حضراتكم الموضوعات الهمة وبنقول ربنا يسطر على كل البلاد والعباد لأن زي ما قلت دائما وأبدا حرب أوكرانيا وروسيا بعيد عننا كل البعد ولكن أثرت على كل دول العالم الله أعلم القوتين العزماتين إذا كانت أمريكا والصين لو دخلوا في صراع مع بعض إيه اللي ممكن يحصل ربنا يتولانا نشوف ده كده منورات أمريكية كرب الصين بصوا كل الأنباء بها تبدأت خلاص يعني الناس بدأت بتفكرش شوية في الزلزال والاتجاهات رايحة نحية الصين وأمريكا منورات أمريكية كرب الصين وتوقعات برد يطوق تايوان بإعلان الأمريكية البحرية إجراءات تدريبات في بحر الصين بعد أزمة المنطاد الصيني بتدخل تلك المنطقة في دوامة الرد والرد المضاد بالمنورات بين واشنطن وبكين في أجواء حرب باردة جديدة بتوصيف خبراء ويستدل خبيران في العلاقات بين البلدين بإصرار الولايات المتحدة مرتين على القيام بأعمال في المنطقة رغم علمها بالغضب الصيني يعني أمريكا بتقصد يعني هي عارفة أن الصين بتتدايق من المنورات والتدريبات في هذه المنطقة لا إحنا هنروح بقى وكذلك بردود الفعل الصينية السابقة القوية على الاستفزازات الأمريكية وذكر الأسطول السابع الأمريكي المتمركزين في اليابان أن مجموعة القوى الضاربة لحاملة الطائرات اسمها يو اس اس نيمتس والوحدة الاستكشافية الأمريكية الثالثة عشرات أو عشرة تقومان الثالثة عشر بيقوموا بعمليات استكشافية متكاملة في بحر الصين الجنوبي وده تكلمنا عليه من حوالي تسعة شهور أو تمن شهور فاته التدريبات التي شاركت فيها سفن وقوات برية وطائرات يعني تم تجربة يوم السابت حسب البان دون ذكر تفاصيل بشأن موعد اطلاقها أو انطلاقها أو ما إذا كانت قد انتهت ما زال هناك المزيد الأسبوع الماضي دخل منطاد صيني قالت عنه بيكين أنه منطاد مدني انحرف عن مصاره أجواء الولايات المتحدة التي اعتبرته مرسلا لأغراض التجسس وأسقطته بصواريخ ودفع الحادث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكلين لإلغاء زيارته إلى بيكين كان في زيارة وتم وقفها والخبير في الشؤون الدولية اسمه جسر مطر بيشير إلى نية التصعيد الأمريكي بقوله إذا ما كما يحدث الآن بيشبه الحرب البردة والله هو يعني الراجل ده خبير شؤون دولية أقسم بالله أنا لم أقرأ هذا المقال إلا معكم حاليا وبالفعل بيقول إلا أنا بقوله أنه ده بيشبه الحرب البردة وسطمضي في اتجاه الرد والرد المضاد مستدلا بتلك الحوادث على أن أمريكا على يقين تام بأن أي نشاط عسكري في بحر الصين الجنوبي بتعتبره بيكين اعتداء على سيادته وكل الحوادث المشابهة تؤشر لأن الصين لن تمر الأمر دون رد الأغلب سيكون الرد مناورة ضخمة كرب تايوان بتعطي الاتجارة هناك وأمريكا بتسعى لاستغلال أزمة المنطاض الأكبر أو أكبر استغلال حيث أننا رأينا كيف وسعت في إدراج الشركات الصينية العاملة في التكنولوجيا والمعلومات على القوائم السوداء والمناورات الأمريكية كانت متوقعة فهي نوع من الرد أو رد الاعتبار أمام العالم بعد المنطاض لكن دائما يكون رد فعل الصين على مثل هذه التصرفات أكبر لكونها تمتلك الأدوات التي تستطيع بها إصارة الرأي العام تجاه قضية تايوان الصين سبق وردت بمناورات ضخمة في المنطقة يعني بعد إصرار رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيروسي السابقة على زيارة تايوان رغم الرفض الصيني ودي برضو اتكلمنا عليها الأزمة بتتفاكم ونفس رد يعني فيه تطويق في الصين نفس رد الفعل الصيني الجديد بيتوقعوا المحل السياسي مازن حسن لافتا إلى أن الصين دائما يكون لديها رد يعني كل الناس وأزمة بحر الصين الجنوبي يعني لا أممية قصوة في التجارة العالمية وده أكدنا عليه واتكلمنا عليه يعني لا تتخذ الولايات المتحدة أي موقف رسمي بشأن السيادة في بحر الصين الجنوبي لكنها تؤكد أنه يجب احترام حرية الملاحقة وتحليق الطائرات في المنطقة تمر سفن وتبحر عبر المراكز الاستيطانية الصينية المحصنة في جزر سبارتلي عدة سنوات وهو ما يصير احتجال غضبة من بكين طبعا يعني أنا بجيب لحضراتكم هذه الأشياء علشان الناس كتبقى وعية وفهمة ليس للتخيف ولكن للدعاء ويعني ربنا يسترها علينا وعليكم في الأيام اللي جايب أشكركم جدا كان معاكم أخوكم مازن مصري من كرات مساء الأخبار ما تنسوش رايك للفيديو شيروه ليوصل لأكبر عدد من الناس وأكبر نطاق شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته